اهلا بيكو عزيزي طالب الطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من حلقاتنا والنهاردة بنتكلم عن اه مادة مهمة تخص التعليم الصناعي هي مادة الالات وطبعا بنخص النهاردة تخص نسيج بالمادة دي وطبعا زي ما قلنا دايما بنقول ان المادة دي هي من المواد المهمة عندي في التخصص هي عصب التخصص يعني عصب التخصص يعني انا بشوف فيها كل الادوات والمعدات الخاصة بتخصصي بتعلم ازاي اتعامل معاها وده اهم حاجة عندي ازاي اتعامل مع الجزئية اللي انشغال عليها المكنة المعدة اللي هي ديت اللي هتعمل الانتاج في النهاية فبالتالي انا كصاحب مصنع بحتاج ان يكون معايا مجموعة من العمال او الفنيين الكفر بمعنى ايه بمعنى ان الناس دي بتساعدني على ان انا اقدر اطلع منتج عالي الجودة. عالي الجودة بمعنى ايه? بمعنى ان انا شايف ان الانتاج بتاعي كل ما زودت جودته هقدر اسوقه بشكل افضل. فبالتالي لما باجي اختار عمالة باختار مش اي عمالة. ان انا بجيب العمالة اللي تقدر تطلع للمنتج بتاعي بالجودة المطلوبة. فبالتالي ده شيء مهم جدا عشان اكون اه مجهزه وحطه في الاعتبار اثناء تنفيذ ايه? تنفيذ النوع ده من التمارين او التدريبات المهنية او المهارات اللي انا بتعلمها اثناء عملية ايه? عملية التدريب داخل المدرسة. في حتة مهمة جدا انا مش بتعلم في المدرسة بس على قد المدرسة. انا بتعلم في المدرسة عشان اقدر انسي انزل سوق العمل. واقدر اطبق اللي تعلمته في المدرسة بشكل صح وسليم جوه مكاني وجوه مصنعي. فبالتالي ده هيساعدني اكتر ان انا اطلع المنتج بالشكل المطلوب. طيب تعالي بقى نتكلم عن الجزء المهم النهاردة اللي احنا نتكلم فيه. وده جزء من اجهزة امرار اللي عندنا. احنا نعرفين عندنا اجهزة امرار اه تقليدية وحديثة. وعندنا ايجابية وسلبية. النهاردة الجزء اللي نتكلم فيه هو جهاز ايجابي الحركة. وكمان مش ايجابي بس وحديث كمان. يعني ايه ايجابي الحركة? ويعني ايه حديث? ايجابي الحركة يعني فيه وسيط. حديث يعني بيعتمد في الامرار على جهة واحدة. الجهة بتاعتي بتباهية الشمال هي المسؤولة عن الامرار والجهة اللي مين مسؤولة عن الاستقبال. بس في النوع ده في عندي اشكال كتير. النهاردة احنا نتكلم طبعا عن الحراب آآ بانواعها. بس شغل الحراب نفسه بالماكينات نفسها يعني فيه انا شفت طبعا منها الحراب اللي ما انا شفتها في مصانع كبيرة جدا. كانت بتعتمد على السرعة بتاعتها وعلى قلة الضوضاء. ايه كل ما انا بطور بحاولة قلة الضوضاء. هي فيه ضوضاء برضو. الاجزاء المتحركة على ما كانت نسيج اجزاء آآ حجمها كبير. او معنى اصح كده بتاخد قوة عالية بتطلعها عشان تقوم بعملية الانتاج. ده تقريبا الوصف اللي ممكن يوصفها فيه. فبالتالي الاجزاء دي مش اجزاء دقيقة بس يعني في على فكرة برضو في اجزاء دقيقة عندنا الحساسات والكلام اللي يراكب تكميلي على الجهاز بتاعي آآ اجزاء حساسة دقيقة. اما الاجزاء المسؤولة عن نقل الحركة ونقل القوة زي اللي بياخدها المشت او زي بياخدها المضرب او زي حتى اللي بياخدها بالنسبة اللي جهازنا النهاردة اللي هو الحربة نفسها بتتنقل عن طريق آآ تروس. لازم تنقلها ولازم تخرجها من مكانها واتدخلها النفس وتخرجها وترجعها تاني. ممكن فيه ترس منهم ترس يمكن اما شفت المكنة اللي بتشتغل بالريبر الصلبي ده حجمها بحجم المكنة. ترس حجمه بحجم المكنة جنب المكنة. يعني ادي المكنة وجنبها مساحة تانية موجود فيها الترس اللي يحرك الحربة دخلها النفس ويرجعها تاني. ده برضو من ضمن عيوب المكنة ان هي بتاخد تحييز جنبها قدها. ده في الحراب الصلبة. الحراب الصلبة النوع التاني اللي بيستخدم الجنبين بياخد جنب المكنة شمال ويمين قد المكنة. نص شمال ونص يمين. ده عيب برضو. الحراب المرنة. ده نوع تاني من الانواع. ده بقى جيه فيه وخبى الجزء بتاع الريبيار ده وخلاه مرن ودراه وخلاه بداخل المكينة كده مكان المضارب السفلية زمان. فده ازود وصرع المكنة وفي نفس الوقت قلل الضوضاء بتاعتها والداني منتقى كويس. بس هل الصلب آآ فيه يغني عن المرن وهل ده له شغل وده له شغل. انا طيب انا شفت الصلب ده في الخيوط اللي هي ما ينفعش تتنقل ما بين طرفين. اللي هي مثلا زي الخيوط المعدنية مسلا. ده مسال آآ ان هو صعب ان المشبك نفسه هيعمل هيعمل مشاكل اثناء الامساكة. حتى البنسة بتاعته بنسة ضخمة ده هنشوفه مع الفيديوهات اللي هيكون معنا النهاردة. تعالوا بقى نتكلم عن اجهزة القصف الايجابية الحركة اللي هي الحديثة اللي بتستغلتها. اول انواعها عندي شكل طبعا مرنة. هنا عندي طبعا البنسة بتاعته الكبيرة هي الارسال والصغيرة هي الاستعبال او الكبيرة هي تمسك الخط من الكونة وبيتقرب في النص النفس وتسلمه للبنسة الصغيرة او اللاقت. هنا طبعا او الملتقط عموما. هنا طبعا ده شكل الماكنة اسناء عملية التشغيل. والنفس بيتفتح. بتدخل الحراب بتقابل بعضها في وسط النفس. بيتبادلوا خيط اللحمة. ده طبعا المطلوب منهم. طبعا البنستين سواء الكبيرة او الصغيرة. بيقوموا بنفس العمل. تعالوا نشوف الافكار بتاعتها بداية من الصلبة. الحربة الصلبة بتاخد الخيط وترميه في وسط النفس. بتكمل لغاية نهاية الطرف الايه? التوب بتاعي. فبتدخل النفس بالكامل وترجع تاني. وهكزا. ترجع تفتح وبتعمل التبادل. نوع تاني من الحراب الصلبة بتبدأ تاخد خيط اللحمة وتبدأ توصل به لغاية وسط النفس. يتبادلوا خيط اللحمة. ويرجعوا في النص وهكزا. فبالتالي ده قلل وقت وجود الحربة داخل النفس. وفي نفس الوقت ساعد على ايه? ساعد على تقليل الوقت. انا قللت الوقت هنا. وكمان آآ بزود سرعة المكنة. تقليل الوقت ده بيخلي المكنة تعمل تشتغل اسرع. ضعف اللي قبلها. يعني كده السرعة دي اعلى من اللي قبلها بالضعف. لو كانت اللي قبلها بتعمل مسلا مئة حتفة في الدقيقة. فديها تعمل لها مئتين حتفة في الدقيقة. هنا او الحراب المارينة. طبعا ده فيه طبعا ده مثال الجراب. مش ده شكل الجراب طبعا. بس الفكرة برضو بتعتمد على وجود آآ جهازين في الجنبين. بس الجهازين بيشتغلوا في توقيت واحد. بيقابلوا بعض فص النفس. يتبادلوا خط اللحمة. وهكزا. طب برضو سرعته عالية. فبالتالي ده انا كده شغاله وبقدم خط اللحمة بسيبه فص النفس. بعمل عملية تضم وهكزا لغاية لما اخلص الانتاج بتاعي. ده النوع التاني. وده قليل لاستخدام. اسمه الريبيار التلسكوبي. وده طبعا بيعتمد في حركته على نفس حركة اريال الراديو. بيتفرد. يقوم بعملية الامرار. بيرجع يتجمع تاني داخل الجراب بتاعه. عيبه حاجة واحدة بس. هو بيقوم بالسرعة. اه مش واخد حيز جنب المكنة. ما فيش اي مشكلة فيه. المشكلة الكبيرة فيه. انه هو الغبار اللي موجود في صالة الانتاج. بيتجمع على الوصلات اللي هي مفروض بتساعده على عملية الفرد. فبالتالي بيعمل له وبيحصل له اعطال كتير. فبالتالي استخدامه حتى مش كتير او ما انتشرش. يعني ما شفتوش في مصانع في اه اي مرة من المرات. لكن الريبر الصلب موجود. بس المصانع قليلا جدا. اما الريبر المارين كان موجود لغاية فترة قريبة. مع التحديث بقى طبعا ومكانات الهوى والمية اللي بدأت تنزل. فطبعا فيه كتير بدأ يحدث المصانع بتاعته يجيب النوع ده من الماكينات. لكن هشي بقى عارفين ان المصانع الكبيرة والصغيرة عندها انواع كتيرة مختلفة من الماكينات. ليه? هو بيبقى عنده ماكينات مسلا مضارب. فبيجي وهو بيحدث هيجيب مسلا مكانة سولزر مكانتين سولزر ويخلي شوية من المضارب معاه برضو. فبالتالي هو مش بيحدث كل المصنع بيحدث اجزاء من المصنع. لغاية لما يبدأ يحدث المصنع بالكامل. فبالتالي انت بتاخد ده لانه فعلا مازال موجود في السوق. مازال في مضارب موجودة في السوق. مازال فيه سولزر في السوق. فيه في السوق. فبالتالي ازا تبقى اواخد عنه فكرة كاملة. طب الهوى موجود في السوق موجود ومنتشر بشكل رهيب جدا. بس مش في اي مكان. في مصانع عندها رؤوس مال كبيرة تقدر تجيب النوع ده من الماكينات. ليه? لانه غالي جدا تجهيزاته وكمان آآ تشغيله كمان مكلف. فبالتالي هو سريع. مكانة سريعة جدا. اه. شغلة بالهوى او بالماء. سرعتها عايزك تبقى جنبها دايما بمطاوة سدى. تفك مطاوة السدى وتركب المطاوة الجديدة. وهكزا. فبالتالي حتى في المصانع ما بقاش فيه عملية تلاقي زي زمان. لقي وتطريح. لا. كله بيجيب مكانة العقادة ويركب على المطاوة القديمة مع المطاوة. ما هو نفس الموصفات. حط المطاوة القديمة مع المطاوة الجديدة. ويركب العقادة عقادة كل خيوط السدى مع بعض. شغل مكانة مرة تانية. فبالتالي عمليات التشغيل دلوقتي بقت في المصانع بقت بشكل آآ سريع. مش هو ده الشكل اللي انت كنت بتعرفه زمان عن مصنع النسيج. لكن لو انا مشغل مسلا يدوي لو عم المشروع الصغير بحاجة نول يدوي حتى لو برواز خشب يدوي. هقدر اعمل مشروع بيه عادي او. بس انت كمل الانتاج اللي هبطلعه قد ايه? قليل جدا لو قرنته بماكينات سوى ان كانت ماكينات آآ قديمة او ماكينات حديثة. مهما كان عملك بايدك هيكون اعال كتير جدا من استخدام الالات. طيب بالنسبة ليه الجزئية دي احنا اتكلمنا كده عن او شفنا شكل او نمازج لآآ اجهزة الريبير. تعال بقى نشوف الجزء النظري اللي بنتكلم فيه عن الريبير وهو المواصفات الخاصة بالنوع ده من الماكينات. اول حاجة انا بيقول لي ايه? بيقول لي سرعة النول. سرعة النول بيبقى من ستميت لسبعمائة حدفة او دورة في الدقيقة. يعني بيعمل من ستميت لسبعمائة حدفة في الدقيقة. يعني عندي سبعمائة لحمة راميت في دقيقة واحدة. يعني في الثانية الوحدة بيعمل له حوالي عشر لحمات. ثانية. بيبقى تقول واحد بس بيكون هو ضرب او رمى عشر لحمات في وسط النفس. طبعا ده انتاج بالنسبة المكانة دي جميل وسريع. بنسبة المكانات القبل كده لا. ده ده اسرع بكتير من المضارب العلوية والسفلية. رقم حلو. بس اللي انتو ما تعرفوش ان في السوق في رقم احلى. في عندي الفين وتلتمية حدفة في الدقيقة. طبعا هتقول رقم رهيب واستحال يكون في السوق. هقولك افتح اليوتيوب. ودور بالاسم بتاع الانوال. اكتب انه الانوال الحديثة او الانوال ضغط النفاس بالهوى. طبعا يفضل البحث بيكون بلغة الانجليزية. هيجيب لك معارض للمكينات دي موجودة برة. وهتشوف ان في مكان بقت شبه كمبيوتر. يعني المكانة خلاص بقت بالكامل بكمبيوتر. يمكن كان فيه واحدة كمبيوتر الاول لكن دلوقتي تقريبا كل حاجة بتدار عن مكانة عن طريق الكمبيوتر. فمكانة بالسرعة دي محتاجة ان الحساسات اللي فيها تكون حساسات دقيقة جدا جدا عشان تطلع الانتاج المطلوب بالجودة المطلوبة. ده طبعا موجودة عندي في مكينات الهوى اللي بدأت تنتشر في السوق دلوقتي. بس مكانة بالسرعة دي هل هي متواجدة او موجودة عندنا في مصر? لا طبعا ما فيش معلومة بيها. لكنها موجودة في السوق العالمي. ونقدر نشوفها ونقدر نشوف العدات بتاعها بيعد الالفين وتلتمائة حدفة اللي موجودين في ديها. فبالتالي السبعمائة والسلتمائة حدفة دول رقم بالنسبة للمكينا دي رقم قليل جدا. كأنك بالزبط بتقارن ما بين آآ مكينة قديمة ومكينة حديثة. مكينة بتشتغل بالمضارب ومكينة بتشتغل بالايه بالسلزر مسلا. فالفرق ده هو الفرق ما بين دلوقتي المكينات الموجودة في السوق والمكينات اللي تم انتاجها حديثا وبيتم عرضها في المعارض. طبعا الكلام ده بقاله اكتر من سنتين. المكينة دي شفت الفيديو بتاعه وكانت موجودة في السوق. هل التكنولوجيا هتدي حاجة اكتر من كده? طبعا هو في حاجات كتير عن عن كده بس زي ما تقول كده انت انت بتهتم بمجالك. لكن انت في مجال النسيج لا ده ما بقاش اصلا في بعض الانسجة ما بيتمش نسجها اصلا. يعني القماش المضغوط ده او اللي هو النظام الشعارات المضغوطة ما هو تشبه القماش. تشبه ما نواصل تشبه احساسه. بس مش معمول بماكنة. ده شعارات مضغوطة بطريقة معينة بمادة معينة وتمسكت وبدأت عندي قماش. قماش غير ما نسوجه ده من ضمن الانسجة اللي احنا درسناها في الصف الاول. ان عندي اكتر من نوع من انواع القماشة اللي موجودة في السوق من ضمنها القماشة الغيرمنسوجة. وغيره من انواع القماشة اللي موجودة في السوق. لكن يهمني اكتر القماشة اللي بيتم نسجها على مكانة النسيج. تعالوا بقى نطلع على الجزء اللي معنا ونشوف المواصفات الخاصة بالنوع ده من الاجهزة عبارة عن ايه? زي ما قلنا سرعة النول بتكون من ستمائة لسوى مية دورة في الدقيقة في الانوال الدقيقة. ده لسه فيه تاني. الانوال العريضة بيقل لانه طبعا بياخد من قوة الماكينة. فبيبقى من تلتمية لتلتمية وستين حدفة او دورة في الدقيقة. حانا نتكلم بقى عن اجهزة الحراب اه المارينة. وده طبعا موضوعنا الاساسي. في الحراب المارينة انا هنا بقى عندي شكل للماكينة اثناء التشغيل. هنا طبعا شايفين الحربة سريعة جدا. ده سرعتها الطبعية. طبعا هتبقى اعتمد دائما بشغل القلب الالكتروني عشان يديني فرصة وده انكلم عنها مرة اه دلوقتي واول ما انخلص على طول. ازاي ان انا بسحب من اكتر من كونة. ده طبعا بيمسي لي ايه اثناء عملية التنفيذ على الماكينة. لكن هنا بنقول ان الماكينة سريعة. هنا تلتمية اربعة تلاتين حدفة. يعني ما كانت الماكينة دي عريضة. ده اول جزئية. هنا ده مشغلة برضو فيها وحدة كمبيوتر مسؤولة عن عن التشغيل. هنا بيقول بتاعي تلتمية اربعة تلاتين حدفة في دقيقة. يزيد ويقل حدفة. هنا بقى توصلت خمسة تلاتين. الماكينة زادت سرعتها اه حدفة واحدة بس. لكنها مش بيزيد اكتر من كده. دي وحدة التحكم في الماكينة بالكامل وبتدار عن طريق الكمبيوتر. تلتمية خمسة تلاتفة في دقيقة رقم حلو او تلتمية اربعة تلاتين برضو رقم كميل جدا بالنسبة لمكينة من النوع ده اثناء التنفيذ او اثناء تشغيلها في مصنع. بس زي ما قلنا الصاحب المصنع او اصحاب المصانع عموما بيتمدوا في انتاجهم على الحاجة مهمة جدا. كم المنتج وجودة المنتج. مش كم بس هو عايز كم. لكل ما كان عنده كم كبير هيقدر يبيع وهيكسب اكتر. جودة المنتج ازا كان كم مع جودة. فالمكسب هيبقى اكتر واكتر. طب هو بيكسب ليه هو بيدور انه يكسب بس. لا ده هو بيدور انه يكسب. عشان برضو لما درسنا في التنظيم. درسنا ان فيه آآ من ضمن رؤوس الاموال في رأس مال داير والرأس مال آآ سابت. هو هنا بيتكلم في رأس المال الداير اللي هو هيدفع منه الاجور وهيجيب منه الخمات. واجيب منه حاجات كتيرة جدا. ويقدر يطور بالجزء ده مصنعه. كل ما يكسب اكتر ازا كان بيهتم بتطوير مصنعه. هيبدأ يجيب مكينات حديثة. هيبدأ يطور الجزء او المال. زي ما اقول راس المال السابت اللي عنده. هيوسع مصنعه. هيبدأ يدي حوافز للعمالة اللي عنده. لانه هم اللي قاموا بعمل الانتاج الجيد اللي انا شفته عندي في المصنع. فبالتالي ادرت ابيعه وادرت اكسب منه. ده مهم جدا. طبعا ده بيساعدني اكتر ان انا اتعامل مع آآ آآ الناس الموجودة عندي. طبعا ده مهم جدا. حتى في مدى التخطيط. في جزء مهم جدا بتراعيه مع الناس اثناء التشغيل في المصانع. ايا كان حتى في المؤسسات. انك بتراعي النفسية بتاعتهم ده نعمرة واحد. بتراعي الحياة الاجتماعية بتاعتهم او بيتامل مسلا زي ما احنا اتفقنا كده وقلنا في مدى التخطيط ان مش كل الفلوس او مش كل المكسل اللي جاي من المنتج اللي اتباع بياخدوا صاحب المصنع. لا ده في جزء بيتحط او بينزل ترفيه ليه? كمان العمال اللي عندي. لازم آآ يكون في جزء ده زي النوادي. بنسمع كتير جدا عن آآ النوادي تتبع مصانع. طب هو بعمل نادي ليه? بعمل ترفيه ليه العمال اللي عنده. هكون انا مبسوط وانا بعد ما خلصت الشغل طول النهار في المصنع بتاعي وشغال وردية او اكتر. وفي يوم الاجهزة بتاعي انا بياخد ولادي وبنزل في النادي اللي موجود تبع المصنع بتاعي ما بدفعش تكلفة دخولي وحتى لو اشتغلت او طلبت حاجة جوا بطلبها بشكل رمزي لان انا من ابناء المصنع. انا اللي عملت الانتاج اللي بيه صاحب المصنع قدر يوفر لنا نادي. ده يعني جزء لمراعاة العمال اللي عندي. ده هيخلي العامل بتاعي لما يرجع تاني اللي الانتاج هينتج افضل من الاول. فلازم دي برضو بحطها في الاعتبار. مكهة دخلنا في حتة تخطيط مع الجزء اللي احنا متكلم فيه في الالات لكن هي برضو جزء مهم جدا. نرجع تاني للجزء الخاص باجهزة الريبيا. واحنا بنتكلم دلوقتي عن الحراب المارينة. وتعالوا نشوف اه مواصفاتها ايه. بيقول لي هنا تصنع من الحراب من لداء بلاستيكية تتمايز بمرانتها العالية. ده طبعا مهم جدا. تزود مقدمة الدف باجزاء معدنية تتولى توجيه الحربة عند اختراقها للنفس. وده برضو مهم جدا ان يكون مقدمة الدف جاهزة بالادلة اللي بتساعد على توجيه الحراب. ده طبعا شكل الدليل. الجزء اللي قدامي ده هو ده الدليل بتاعي. وده شكل الريبيا بتاعي او الجزء الخاص بتوجيه الحربة. هنا الشكل بتاعي. ده مقطع جانبي للدليل بتاعي. وهو بيمر فيه عنصر التوجيه الخاص بالحربة. هنلاحظ ان هنا العنصر التوجيه ده اللي هو الشريط زي ما احنا بنسميه مفتوح او في مجموعة من الفتحات بالشكل ده. المجموعة من الفتحات دي بتعاشق او بيتعاشق فيها نوع من انواع التروس مسؤول عن اخراج الجراب من مكانه وارجعه الشريط معالش من الجراب بتاعه وارجعه مرة تانية للجراب. ده طبعا ده وظيفة الفتحات دي وهنشوفها طبعا مع الرسمة الخاصة بالمكينة نفسها. هنا ده شكل الريبيا بتاعي ودي الفتحات اللي احنا ما نتكلم عليها. طبعا بيكون طويل لما فيه كفاية وهنا الجزء اللي بيتم آآ تركيب الحربة فيها اثناء عملية التشغيل. هنا ده شكل البنس بتاعتي او الحراب. هنا طبعا زي ما احنا شايفين ان فيه واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. دي الصغيرة ودي كبيرة. فيه ملتقط وفيه لاقت. ملتقط ده بياخد من اللاقت. اللاقت هو الاساس في الموضوع هو اللي بيمسك خيط اللحمة من الكونة وينزل به لوسط النفس ويتبادل الخيط مع الملتقط. اللاقت اسمه المشبك الايصر او البنسة. الملتقط اسمه المشبك الايمن او الخطاف. يبقى دول تلات مسميات لقطعتين موجودين عندي على المكينة بيستخدمه في مكنات اللي بتستخدم تقنية او طريقة الامرار اللحمة عن طريق استخدام الحراب. طيب الاجزاء بقى. هنمسك اول جزء وهنبدأ به ويكون العنصر الاساسي عندي وهو المشبك الايصر. المشبك الايصر اولا ما يكون فيه عنصر توجيه هنا. وده الجانب الايصر بتاعي. طبعا دي فتحات تثبيت ليه على الجزء الخاص به على الشريط. وبعد كده هنا فيه سستة الشريطين. كل شغلته انه هو بيدخل على اللحمة بتاعتي ويكون الفك بتاعه مفتوح. اول ما بتنزل اللحمة قدامه وهو يكون بقفل اساسا عن طريق الاجهزة اللي بتساعده على التنفيذ الحركة بتاعته. فبيبدأ يقفل على الفتلة او اللحمة بتاعتي. فبيبدأ يمسك عليها. بيبدأ يطير في وسط النفس. وعن طريق طبعا بيساعده على التوجيه الادلة زي ما احنا قلنا عشان يقابل الملتقط في وسط النفس بالزبط. ولازم يبقى توقيت التقابل بتاعهم سليم. لان بيحصل ان الفك بتاعه او المقدمة الخطاف بتقابل مقدمة اللاقت او البنسة. فبيبدأ يعمل ايه? بيبدأ يفتح الفك بتاع البنسة عشان يبقى حر الحركة. وهنا بيبدأ يمسك بالخيط. ويمسك فيه كويس عشان اثناء عودته للخلف ما يفكش منه. طيب واسطا ما ده برضو بيرجع. اثناء عودة البنسة للخلف مفروض ان هي ممكن تتشابك مع خط اللحمة المسحوب. ازا تشبكت فيه فها تقطعه. عشان كده بيكون فيه هنا مكان اثناء عودة البنسة للخلف ما بتحتكش تماما بخط اللحمة المسحوب. فبالتالي ده هيساعد برضو على ان انا هتفضل برضو معي الحركة بشكل سهل من غير ما يحصل اي مشكلة مع خط اللحمة. اللي يهمني ان اللحمة تنزل في وسط النفس بدون اي تأثير من اي مؤسر خارجي. حتى لو كانت البنسة نفسها اللي هي ادخلتها النفس ورجع التاني. عشان كده بنقول هي حجمها كبير اه بس مكان رجوعها بيكون فيه جزء مفرغ. هنشوفه على البنسة على الطبيعة لو موجودة عندنا في المدرسة او حتى في السور اللي هنعرضها معاكم. وهي راجعة ما بتلمسش خط اللحمة خالص. فبالتالي لا بيطقطع ولا بيتشد ولا بيجرر لأي حاجة. بكل بيحصل ان المشت بيقوم بضمه للحماية السابعة. ده بالنسبة لايه? ليه البنسة والخطف. قلنا الخطف كل بيعملوا. في خطف زي كده بيقابل البنسة بيفك الفك بتاع البنسة فبتبدأ تفتح الفك بتاعها بيمسك هو الخيط وروح سحبه منها وقفل عليه وروح رجع به. يبقى هنا انا طلعت مسكت الخيط دخلت في وسط النفس عابلته الخطاف بدلنا مع بعض الخيط انا هرجع وانت هترجع بس انا رجع فاضي وانت رجع معاك الخيط. يبقى اللي دخل بالخيط رجع فاضي. واللي دخل فاضي رجع بالخيط. تمام كده? ده بالنسبة للنقل او تبادل الخيط ما بين حربتين او ما بين البنسة والخطفة. تعالى نشوف بقى اشكالهم على الطبيعة. ده شكل من الاشكال. طبعا الحجم كبير طبعا ده اللي كان موجود عندنا على الماكنة من شوية اللي كان الفيديو بتاعها معنا. هنا زي ما احنا شايفين هو مقارب تماما للرسمة. بس مش بنفس الهيئة. بس ده شكل ونوع من انواع حراب كتيرة جدا موجودة في النوع ده. ده شكلها وهي متكبرة على الاخر وهي بتمسك بخيط اللحمة. عشان يكبر بوز البنسة او المكان اللي بتمسك بالخيط. فطبعا الخيط هنا طبعا شكله عام زي الدبار لكن هو خيط عادي يا خيط نايلون كمان. بس هنا الحربة مسكة بطرف الخيط وجاهزة للاتخال. هنا طبعا الامساك بيبقى امساك بشكل قوي. عشان الخيط ما يفلتش. لغاية لما يروح فيه الجهة الاخرى. وقوة الشد بتاعته او قوة سحبه من الكونة. بتعتمد طبعا على نوع الخيط واجهزة الشد اللي موجودة ايه قدام الكونة اثناء عملية سحب الخيط منها. هنا ده التتابع بتاع تبادل الخيط ما بين البنسة والخطاف. هنا البنسة في المرحلة ايه او المرحلة الاولى. البنسة بتلتقط مين? بتلتقط خيط اللحمة. وبتدخل بيه لغاية وسط النفس. بتدخل بيه لغاية وسط النفس. وهنا بيكون الخطاف جاهز انه يخرج. ويدخل على ايه وسط النفس برضو. الاتنين ماشيين في تجاه بعض. ادي الازرق سهمه في اتجاه وسط النفس. وادي الاخطر سهمه في اتجاه وسط النفس. لما وصلوا وسط النفس في المرحلة بيه? حصل تعاشق. حصل تقابل. حصل زي ما احنا ممكن نسميه استضام. تلامس. قبلوا بعض فص النفس وتلامسوا. وبدأوا يتبدلوا خيط اللحمة. في الجزئية دي حصل فصل للفتح للمشبك. وفصل الخيط عن المشبك والامسك بيه عن طريق الخطاف. الحيطة اللي كنت بكلمكم فيها من شوية اللي كنا بنقول ايه? ده البنسة وهي راجعة مش بتلامس الخيط. ظهر في المرحلة سي. في المرحلة سي الخيط ماشي في الاتجاه بتاع الخطاف اللونة ازرق. بدأ يسحبه. اثناء سحبه للخلف بتعود البنسة هي كمان. ليه الخلف? اثناء عودتها للخلف اللي بيحصل. وهي راجعة في زي زي مجرى من اعلى البنسة كده اثناء عودتها بتكون بعيدة عن حيز الخيط. الخيط بيتسحب عادي وهي ما بتأثرش عليه اثناء عودتها للخلف. وده مهم جدا وده اللي بيديني في الاصل الزيات السرعة لان هما لو كانوا بيحتكوا ببعض وكانت شبكة اي حتة خشنة موجودة على سطح البنسة اثناء عودتها للخلف. ولمست حتة خشنا الجزء الخاص بخط اللحمة هيحصل تشابك هيحصل قطعة. وده اللي احنا مش عاوزين نوصله. احنا عاوزين نقول ان الخط اللحمة نزل في وسط النفس وتم اه ضم اللحمة بدون ما تحصل اي مشاكل. ليه? حصل قطعة في اللحمة بيعمل المشكلة معي وباضطر بقى عايز بيحتاج ان انا ازبط طاق المكنة او موضوع كبير بيتم لو حصل اي قطعة في اللحمة. طب هسيبه مش هعمله. انا مش هعمل موضوع الطاق وكلام من ده. فاطلة قطعت قطعها خلاص وابدأ من الحل اللحمة الجديدة اشتغل. فهتروح عامل شرخ في الايه? في الااا قماش بالعرض. ليه? لان في لحمة نقصة. طب مين اللي قال ان دي نقصة? لان جهاز الطاق اصلا بيته وجهاز الاخو اصلا بيرخي وجهاز الضم بيضم على نقطة معينة. فبالتالي ساب مسافة للفتلة اللي نقصة. ما ضمهاش لاخوتها اللي قبلها. فبالتالي وصل للشكل اللي احنا بنتكلم فيه. فبالتالي اي مشكلة بتحصل على المكنة لازم ارجع المكنة واظبطها بالشكل الصحيح. تعالوا بقى نشوف الرسمة اللي علينا في الحراب المارينة. وهي الرسمة دي المطلوبة عندنا في الموجودة عندنا في الكتاب برضو. وتصالى مطلوبة مننا ان شاء الله لو جاي لجاي لأي اسئلة بتخص النوع ده من الاجهزة. الاجزاء بتاعت الجهاز. عبارة عن كاما. جزء الازرق الكبير ده كاما. البكرة اللي الداخلية دي عجلة. هنا زراع زكوعين بتحرك يمين ويسار. بفعل كاما. هنا ترس. والترس هنا في مجموعتين اسنين. مجموعة داخلية في الوسط. بتتعاشق مع زراع زكوعين اللي بتحرك يمين وشمال. مجموعة خارجية عليها البروز. البروز ده هو المتعاشق مع الشريت. فيحصل ايه بقى معي ده بيتحرك برضو بيدور مرة كده وبيرجع مرة كده. ازا دار كده بيخرج الريبيار ازا رجع كده بيدخل الريبيار جوه الجريب. وهنا الحربة المارينة بتاعتي. قدام هنا طبعا ده المشبك او البنسة. ده انا بنتكلم عن الجنب الايصر. بعد كده هنا الادلة. الادلة دي بتساعد على توجيه الحربة مش اكتر. فبالتالي هي بتبقى جاهزة ان هي تسند الشريت اسناء مروره بس. بتساعده ان يفضل مستقيم في حركته. ما يروحوشي ايه? اي اتجاه تاني. لان عدم وجوده هيخلي طبعا ده الشريت مروره نتحرك براحته. باخلاف طبعا الشريت الصالة. هنا طبعا فيه اه جراب او العلبة. ده طبعا اللي بيتخزن فيها الريبيار بعد كل حدفة. وبيخرج منه لعمل الحدفات. حركة تشغيلنا بتعتمد على حركة الكامة. اثناء حركة الكامة بيبدأ الزراع زوكو عنده بيتجه مرة يمين ومرة شمال. ازا راح يمين ده هيدور عكس عارب الساعة. الريبيار هيدخل الجراب. ازا راح شمال هيلف الترس في اتجاه عارب الساعة هيخرج الريبيار من الجراب. يبقى ازا راح في جهة اليمين الريبيار هيدخل الجراب. ازا راح في جهة اليسار الريبيار هيخرج من الجراب. بفعل ايه? بفعل تعاشق اسنان الترس بتاعي اللي هو مسؤول عن نقل الحركة للبروز مع الزراع زوكو عين. هنا برضو اطرافه مسننة. فبالتالي المجموعتين نمسين مع بعض. فبالتالي هينقلوا الحركة لبعض. فكل بيحصل هنا مع حركة الكامل بتاعته الجزء المجاوف او الجزء المجاري اللي موجودة دي. ده بتساعد الزراع انه يميل في جهة اليسار ويميل في جهة اليمين. فبالتالي ازا مال زي ما قلنا في جهة اليمين اللي هيحصل انه هيدور الترسي التاعي في اتجاه عارب الساعة. فالحربة او الشريط هيدخل لداخل الجراب. ازا دار في جهة اليسار. الترسي هيدور في اتجاه عارب الساعة. هيخرج الريبيار بره الجراب. وهيتمم الحطفة. يبقى انا كده بعمل الحطفة كاملة. وزي ما قلنا هنا في الجهاز ده بيعتمد في حركته على الامرار من جهة واحدة. يعني ايه امرار من جهة واحدة? يعني في كونة موجودة في الجنب الشمال. بتمسك الخيط وتودي فيها الخيط بينزل منها. ليه الواسيط المسؤول عن الامساك بالخيط او باللحمة. عشان ينقله في الجهة الاخرى من الهيه? من النول. ده طبعا عشان يقوم بعمل الحدفات. طيب في حتة احنا كنا اتكلمنا فيها قبل ما ننساها. وهي انا ليه باخد من الكونة? اش ما انا اكتر من الكونة رجبة? وليه بشغل الدليل الكتروني ما انا ممكن استغنى عنه. مش محتاجه. ما هي كونة واحدة. هركبها واسحب منها الخيط وتفضل مكنة شغالة لما تخلص اغيرها. قالك انت اصلا عندك حاجة مهمة ان انت بتحاول انك انت تساعد المكنة على التشغيل المستمر. عشان تنتج لك كم مقماش اللي هو يقدر يغطي طلب السوق ويغطي طلبك انت ويساعدك على تحقيق المكاسب. طيب هو عشان يعمل كده بيعمل ايه? بيركب اكتر من كونة. ليه? الكونة اللي واحدة لو هتعمل عشرة متر. وانا ركبت تلات كونات. مش هسيب المكنة الا هي عاملة تلاتين متر. ولما هوقف اغير الكونة هغيرها كل تلاتين متر. ده احنا ده مسال مش مش طبيعي طبعا بس احنا بنقول كمثال تخيل ان انت عندك الكونة اللي واحدة تعمل عشرة متر والتلات كونات يعمله تلاتين متر. فانت المكناة هتفضل شغالة تعمل تلاتين متر. ولما تخلص تروح ما غير التلات كونات مع بعض وتحط تلات كونات جداد يبدأوا يشتغلوا تاني. فتشغيل جهاز تغيير اللحمة الالكتروني اللي هو بمثابة القلبات في المكانات القديمة. ده بيساعد المكناة على التشغيل المستمر. يفتح لها المجال تفضل دايرة وشغالة. ده طبعا بيسهل عملية التنفيذ اللي هو ماشي على المكناة. وده المطلوب ان يكون منتج شغال او مكناة شغالة باستمرار. ما توقفش الا زي كانت فتلة سيدا قطعت او في مشكلة مع اللحمات. طب تعالي بقى نشوف الحركة نفسها بتاعة الريبيار المارين. هنا زي ما قلنا بيتبادلوا خيط اللحمة مع بعض في وسط النفس. قدي هنا المكناة وهي شغالة. بيخرج الريبيار من الجراب. يقابل التاني في وسط النفس. يتبادلوا خيط اللحمة. طبعا البنسة والخطاف عشان المسميات بتاعتنا. طبعا بنقول مجازا آآ الاسامي. لكن طبعا زي ما بنسميها معانا في المدرسة. البنسة بتطلع. تقابل خطاف في وسط النفس. يتبادله خط اللحمة. وبيبدأ المشت يضم اللحمة. الكلام ده بيكون شغال باستمرار على المكناة زي ما احنا شايفين كده. لغاية نهاية الانتاج. هنا طبعا زي ما قلنا بياخد من الكونة مباشر. فده اللي بيوافع على مكناة عايزه وقف الوردية بتاعته وهو بيسلم المكناة يكون الكونات خلصت. بالتالي بيجي يقول لك ايه? انا ممكن اشغل آآ خمس كنات ست كنات. بحس ان انا افضل وقت طويل المكناة شغالة. ما فكرش اهشيل كونة واحط كونة جديدة مكانها اثناء عمليات الاية التشغيل. ده طبعا زي ما قلنا بيقلل الوقت الهادر او زي ما بيقول كده الوقت الغير مستفيد منه من عمليات التشغيل في المكناة نفسها. طبعا بقى نطلع على نوع تاني من انواع الحراب وهو الحراب الصلبة. وده النوع رقم اتنين. والحراب الصلبة طبعا استخدامتها قليلة لكن ده نوع من انواع اللي شغالها معانا. وعندي النوع التاني اللي هو القضيبي التلسكوبي دول نوعين مهمين جدا. لكن طبعا مش منتشرين او زي ما احنا قلنا في البداية. هنا ده نوع من انواع الريبيار الصلب. المكناة بالنسبة لحركت ها بطيئة. هو ايه احنا مبطئنا على قد ما نقدر عشان نقدر نشوفها. هنا اللي احنا شايفينه قدام الفتحة دي ده. ده كده الحربة. بس تطلع على الغاية اخر النفس. تسحب خط اللحمة وترجع بيه. هي بتيجي من هناك فاضية. تاخد خط اللحمة وترجع. هنا اللحمة هنا مش خيط. اللحمة هنا شريط. زي ما احنا شايفينها كده. آآ شريط بلاستيكي. فده طبعا له مواصفة معينة عشان خاطر يتم تنفيزه على النظر من المكينات. لكن شوف كده الفتحة بتاعتها. ادي هنا. شايفين البنسة البنسة هنا. هي بنسة واحدة. بنسة وحيدة. بتبقى جاية هنا على مجموعة الامساك بالشريط. بترملها الشريط قدامها. بحيث انها تتعاشق معها وتمسكه. طبعا في طريقة تنفيز معينة هنا طبعا ده الدليل الالكتروني اللي هو بتاع تغيير موسير او تغيير الوان اللحمة بتاعتي. الحربة ضخمة وشكلها كبير. هنلاحظ ان النوع ده من المكينات واخد حجم قد المكينة جنبه. هنا دي بسرعتها العادية. شايفين طبعا الحركة. آآ هنا بعد المشكلة الكبيرة. المساحة دي برا المكينة. المساحة الكبيرة دي كلها برا المكينة. برا المكينة معنى ايه? معنى ان هو الزراع ده هو ده الريبير. بيدخل للمكينة ويخرج تاني. بيدخل للمكينة ويخرج تاني. يبقى الجهاز بتاع او المكينة بتاعتي جنبها حاجة ادها في الحجم. هنا ازا احنا شايفين بياخد حركته برضو من النول. هدي حركة الريبير. مكينة جنب المكينة بالزبط. فبالتالي لو انا عندي مصنع محدود. فبالتالي مش هقدر يشيل فيه اكتر من آآ عدد قليل. يعني نص العدد نص كم المكينات اللي ينفع يتحط فيه. آآ هو اللي هيشتغل. يعني مثلا لو انا عندي صالة انتاج بتشيل. هشيل ايه المكينة? في الوضع ده. هشيل عشر مكينات بس. ليه? ده المكينة جنبها مكينة. فبالتالي هو مكلف. وجوده في المصنع لوحده مكلف. ده انت واخد حيز مكينة كمان جنبك. هروح فين تاني بعد كده. يعني محتاج ان المصنع يكون فيه مجموعة من المكينات تطلع انتاج. ده يمكن ان احنا شفنا كان له وظيفة. ان هو بيشتغل على الخيوط او بداء للخيوط. او بداء لللحمات. اللي هو الشريط. الشريط يشبه شريط الفيديو القديم او شريط الكاسد القديم. هو ده اللي كان بيتم نسج القماشة اللي كانت قدامنا بيه. فبالتالي هي لها شكل ولها مواصفة ولها طريقة في التنفيذ. فبالتالي ينفع يشتغل عليها النوع ده من الاجهزة. طيب تعالي بنشوف التليسكوبي. ريبير التليسكوبي هو ريبير زي ما قلنا. بيشبه في حركته. الجزء الخاص بالاريال الراديو. هنا زي ما قلنا هو بيتفرد. بيقابل الحربة التانية في وسط النفس. برضو طبعا فيها لقط وملتقط زي المرن وزي الصلب الوحيد اللي فيه ده وفيه ده. لكن التليسكوبي فيه يشبه المرن في الخطاف والبنسة. برضو بيتفرد يقوم بعمل الحتفة. بعد كده بيتم الضم وهكزا اثناء عمليات التنفيذ على الماكينة. طبعا دي كلها اشكال واجزاء لانواع مختلفة احنا بنشوفها عندنا في اجهزة الامرار. واحنا كنا نتكلم عن جهاز امرار بيقوم بتنفيذ او بيقوم بامرار اللحمة بشكل حديث. يعني ايه بشكل حديث? يعني انا بنسى الموضوع اللي كان شغال عندي باستخدام المواكيك. وبشغل اه جهاز تاني مسؤول عن الامرار. بس اه بيخف الحملة على الماكينة. بيقل الضوضاء. بيساعد على زيادة السرعة. بيساعد على زيادة جودة المنتج لانه لو الماكينة الكل الاجزاء بتاعتي سليمة. وبتنفذ الحركات بتاعتها في توقيتاتها المزبوطة. وكمان بتقوم بتنفيذ الحركة في توقيت المطلوب. هنلاحز ان الجودة بتاعت المنتج هتكون عالية. بمعنى اصح انا دلوقتي عايز مكينة هتشتغل خمسمية حتفة في الدقيقة. بس في الخمسمية حتفة دول ما تقفش لحظة. بسبب عطل. ممكن يكون السبب هو حاجة بسيطة في قلب الماكينة. ممكن كل عطل ده يكون ايه? ابسط ابسط عطل. يكون في جزء خشن في قلب الجزء القطعة اللي مسؤول عن عملية الامرار. فتتشبك فيها الخيوط. فتعطل عندي الانتاج لان الخيوط هتتقطع اثناء عملية التنفيذ. فبالتالي الموضوع بازوي الانتاج بتاعي اه تلف مني. ازا تلف فبالتالي ده هيأثر على الانتاج بتاعي وهي يخلي المنتج بتاعي ينزل لدرجة اقل من المطلوب. ده طبعا بالنسبة لايه? بالنسبة ليه النوع ده من الماكينة. تعال بقى نشوف الاجزاء الخاصة بالريبيار التليسكوبي. ده هنا شكل من الاشكال المطلوب عندنا او الموجودة عندنا في الكتاب. وده طبعا هنا بيتكلم عن نوع من انواع الحراب اللي هو فيه حربتين. واحدة شمال واحدة يمين. ده نوع من انواع صلبة برضو. ما بيشغل جنبين مع بعض. طبعا لازم يكون مرتبط ارتباط اه ايجابي بين الجهتين. مش سلبي. عشان يقدر يكون متزامن معهم اثناء عملية التشغيل. فهنا بيقول لي ان عندي هنا بتبدأ الحدفة المتصلة بالعمود الادارة الرئيسي اللي هو مسؤول عن اعطاء الحركة. بعد كده عندي زراع زاوية الدفع ومصمار وعندي هنا الجزء الخاص بالحربة الاولى وبعد كده عند الحربة التانية وعندي قطعة الانزلاق والبكرة. وكل ما هو في الموضوع هنا فيه المصمار الخاص بضبط المشوار. ده طبعا بيساعدني اكتر في التشغيل وده طبعا من ضمن الاجهزة اللي موجودة عندنا. وبرضو بتستعمل نظام الحراب. هنا بادارة الحدفة طبعا بين الحركة الترددية لزراع زاوية الدفع وبيبدأ ايين او يبدأ يحرك الريبيار مرة جهة اليمين ومرة جهة اليسار في اه الماكينة. فبالتالي بيبدأ يعمل الحدفات المطلوبة. منه يمكن الجهاز ده بس مش موجود عندنا بشكل اه قوي جوة المنهج. لكن برضو ده من ضمن انواع اجهزة الحراب الموجودة عندنا. ممكن تكون موجودة في الاسواق العالمية. لكن في مصر برضو ما شفناش اه جهاز بيشتغل مع بعض بالشكل ده. بقى صعب جدا يكون معنا في في الهياة. لكن هم كانوا بيحاولوا في التحديث بتاعهم ان هم يوصلوا بالاجهزة بتاعتهم للحداثة. وفي نفس الوقت ازيادة السرعة. وفي نفس الوقت بيعتمد على جودة الانتاج. وكمان سهولة التعامل مع العام. اللي عامل نفسه انه يقدر يتعامل مع المكينة. حصل عطل يقدر يصلحوا يصلحوا ازاي? هو طبعا زي ما قلنا برضو في حتة تصليح دي. العامل اللي واقف على مكينة النسيج. ملوش انه هو بيصلح المكينة. بس له يتلافق اي مشاكل ممكن تحصل عليها. ولونه يبلغ ان هنا في حصل مشكلة محتاجة تدخل من الفني. فبالتالي هو بيبدأ يطلب الفني. لكن في الاجهزة القديمة يمكن ده على الاجهزة الحديثة. الاجهزة القديمة كان النسيج في بعض الاحيان كان بيعمل حركات في المكينة. انه مثلا يزود عدد الدورات بنسبة بسيطة. مع المكنات القديمة طبعا الكلام ده. فكان له تدخل شوية عن المكينة. اما المكينات الشغالة عن طريق الكمبيوتر او الحساسات الالكترونية. فاصبح تدخل العامل فيها تدخل بسيط جدا وهو هبارة عن ايه? هبارة عن ان بيشوف المكينة محتاجة ايه? المكينة اللي محتاجة اه تدخل بيبدأ يتدخل ويبدأ يصلح ويبدأ يشوف المشاكل اللي موجودة عليها عشان يقدر ايه يتعامل معها بشكل ايه? بشكل بسيط. ده طبعا بالنسبة للشغل الحراب. طب تعالي بقى على جزء معين جدا. بقى احنا كده خلصنا جزء الحراب. وعرفنا ان الحراب عندي صلبة ومارينة ويتليسكوبية. تعالي بقى نتكلم عن المجموعة كلها اللي احنا خدناها وتكلمنا عليها في الحالات السابقة لغاية النهاردة. احنا عندنا في اه اجهزة امرار لحمة تقليدية وكانت فيها مضارب علوية ومضارب صفلية. المضارب العلوية بتستخدم الكمات في عملية الامرار هي الاساسية اللي بتدي القوة للمضرب. بس كانت مشكلة في المضارب العلوية. ان في شريط جلدي متدلي. ده بيعمل مشكلة انه بيفقد جزء من القوة الموجودة عندي على اه او دخل على الجهاز. فبالتالي عملية الامرار بتبقى بسيطة. النوع التاني وهو اجهزة الامرار اللي هي بتستخدم العمود السفلي. العمود السفلي اللي معلش اللي هو كده كده كله بيشتعل على العمود السفلي. لكن برضو بياركب على الكامة. هنا في نظام المضارب السفلية هي المسؤولة عن الامرار فبالتالي بتاخد القوة بتاعتها من الكامة المركبة على العمود السفلي وبتبدأ تسحب الشريط عشان يسحب المضرب عشان يدي القوة الكاملة للمكوك ويتير في وسط النفس. ده النوع رقم اتنين. والجهازين دول قلنا عليهم ايه? اجهزة امرار لحمة تقليدية ايجابية الحركة. جينا بقى نكمل في الحديث بتاعي. والجزء التاني اللي بيتكلم عن الاجهزة ايجابية الحركة الحديثة. اللي هي بتعتمد في الامرار بتاعها على جهة واحدة من النور. وهي بتكون الجهة اليسار دايما. ونواقف على المكنة بتبقى عند ايد الشمال. طيب دي فيها ايه? فيها مجموعة مختلفة من الاجهزة. ممكن تكون شغالة بنظام السلزر. ممكن تكون شغالة بنظام الحراب اللي احنا كلمنا عليها النهاردة. طب كلمة ايجابية معناها ان فيه اصلا وسيط. ايه هو الوسيط? الوسيط يا ايما قذيفة. وعرفنا ان القذائف في الحلقة اللي فاتت. قلنا ان هي بتعتمد عدد القذائف الموجودة عن مكينة على عرض المكينة وعادة دورات النول. وكل ما زاد العرض وكل ما زاد عدد القذائف الموجودة عندي عن النول. وممثلنا ده كان بجدول. وقلنا الجدول ده مهم جدا. وخلي بالنا عشان بيجي في الامتحان. بعد كده بيتنقل على الحراب. وده تحديث للي بعده. انا مش انا شاف ان اللي اتنين القذيفة او السلزر. اه في تحديثها. تشبه الريبير. يعني قريبين من بعض في الحداسة. لكن المشكلة بتختلف في السرعة. وطريقة الامرار. انا في القذائف. انا بسيب القذيفة تمر حرة. هي المسؤولة عن الحركة بتاعتها. هي مسؤولة عن سرعتها. هي بتاخد سرعة وخلاصه بتطير. انا مش مسيطر عليها. اما في الحراب. انا اللي بسيطر على سرعة الحربة نفسها. انا اللي عارف ان هي دخلة في التوقيت ده. وهتخرج في التوقيت التاني. عارف انا هتدقل في الدقيقة رقم واحد. وتخرج في الثانية يا رقم آآ ستة من الدقيقة رقم واحد. يعني دخلت وعملت الحركة بتاعتها في ست ثواني. ده رقم كبير قوي. ان انا عملها في ست ثواني. يا مفروض ده اقل. بس انا بيقول رقم يكون مفهوم عشان نقدر نعرف ان الفرق ما بين النوعين وبعضهم. فبالتالي احنا طبعا الجهازين جهازين من الحديثة. ايجابية الحركة. وطبعا احنا كده خلصنا كل الاجهزة ايجابية الحركة. ان شاء الله في الحلقة الجاية نتكلم على الاجهزة السلبية الحركة. استنونا في الحلقات الجاية. ونشوفها على خير ان شاء الله. والى اللقاء.